قال أتيني ويك المتحدث باسم رئيس جنوب السودان سيلفاكير إن بلاده لن تقبل بنشر قوة من الأمم المتحدة قوامها أربعة ألاف فرد لحفظ السلام في العاصمة جوبا وشار لعدم تعاون بلاده مع المنظمة الدولية في ذلك واصفنا القرار بأنه مؤسف للغاية ولن يتم تعاون معه وكان مجلس الأمن قد أجاز للأمم المتحدة أمس نشر قوة حماية من أربعة ألاف فرد في العاصمة جوبا وذلك في إطار مهمة لحفظ السلام وهدد بفرد حضر للسلاح إذا لم تتعاون حكومة جنوب السودان مع قرارات الأمم المتحدة